اليوم حتى المجتمع الذي تعرض إلى الاعتداء الإسرائيلي في البيجر تفضل وأنت إعلامي ومرموق ومحترم ومتابع هل تعرف الجرحى الذين في المستشفى ومن الذين يعطون المعنويات لبيئتنا نحن على صمودهم وعلى هذا ليس شيء بسيط هذا يدل أننا عندما نقاوم نقاوم عن عقيدة وعن سبات وعن صلابة ولا نقاوم لا كرمى للفلوس ولا كرمى المشاريع وشعارات أنت تلاحظ المعركة الإسرائيل الآن صرفت الأنظار يعني ما عدنا نتحدث عن غزة ما عدنا نتحدث عن السنوار أصبحنا نتحدث عن شهيد عقيل أصبحنا نتحدث عن فادي والسيد حسن نصر الله ونتحدث عن فؤاد شكر ونتحدث عن الليطاني يعني على ما يبدو أنه الإسرائيليين ماخدين ستراتيجية بهذا الموضوع أنه إحنا خلينا نصرف خلاص بعد ما حسمنا موضوع غزة خلينا نصرف إلى حزب الله وعلى ما يبدو أنهم يريدون نرجعون ماشيين بهذا الموضوع اسمح لي بدقيقة فقط نعم اسمح لي بدقيقة فقط أولا الكيان الإسرائيلي شنى هجمات كبيرة على لبنان ابتدت من توسيع الضربات إلى في البقاع ثم الهجوم بالبيجر الذي ذهب ضحيته أو تضرر من خلال أكثر من ثلاثة آلاف شاب في اليوم التالي تم تفجير اللاسلكي في اليوم الرابع أو الثالث تم عمل المجزر الكبير التي حصلت في الضاحية والتي أعلن من خلاله اختيال القائد إبراهيم عقيل ورفاقه طيب إسرائيل لماذا تصعد بهذا الشكل وثم تعلن أنها نقلت سقلها العسكري من داخل غزة إلى الجبهة الشمالية كل هذا الموضوع تريد من قلالي أن تقول أنها تخوض معركة الشمال لإعادة المستوطنين إلى الشمال وتريد إبعاد حزب الله ثانيا مسافة عشر كيلو عن الحدود ثالثا تريد إقامة منطقة عازلة في هذه المنطقة لإدخال قوات اليونيفيل أو إحضار الجيش اللبناني إلى هذه المنطقة طيب أي من هذه الأهداف لم تستطع أن تحققها بل أكثر من ذلك بدل أن تعيد سكان الشمال اليوم هي تعاني من تهجير سكان حيفا وطبارية وغيرها بمئات آلاف من الناس بفعل الصواريخ التي وقعت البارحة ونحن حتى الآن لم نتحدث عن رد لحزب الله على اختيال قائد إبراهيم عقيل ترجمة نانسي قنقر